لك فودي دامي مش انا خيابي انت شاك من هور غصف عني انا بتطلعت جوزي المريض شوزك عاجز ما بيحسن اشتغل شغلي لك ما بيحسن نفتح بيت وانتي عند روحي تشتغلي لفعي عند العالم لك يا باطل يا باطل فوزي دامي خليني ارجع عن جوزي وبحاجتي لك فودي فودي انا بري والله لا خليه بعتلك وراي الطبائق غصفل عنه شبكي؟ كنت عم اشتفر الباب سمعت صوت من بيت جيرانا رئيف شقيت الباب شوي ما بشفلك غير جارتنا صفية وابوها جار راجر يا حرام من بيتها نعمة وليش ابو يسري عم يعمل هيك ببنته ومعيب عليك؟ لانه جوزي المريض يا حرام ما عد قدر يطلع على شغله يا حسرت عليكي بس يا صفية هلأ مين بدو يضل عم جوزي؟ انا النبي موصل لسابع جار فما بالك هذا جاري الحيط عن حيط انا رايح شقق عليك وانتي يولا يرضى عليكي عمليليك شي طبخة مش هناخد له سكبة ولا تنسي اليوم موعدنا عند الشيخ خوزي يلا السلام عليكم عليكم السلام لا يهمك لك يا رئيف ولا يهمك بإذن الله أنا أخوك وما رح اتركك لحتى ترجع متل أول لك الله لا يحرمني منا والله عزبتك معي يا طاير لك شو حالحكي هان؟ قال عزبتني هان؟ لك أنا أخوك إذا أنا ما شرتك مين بدو يشيلك لك يا ابن الحلال نحن الجيران والحيط على الحيط خلص بإذن رب العالمين انتي بس شد اللي همتك شان ترجع متل أول وأحسن يا رب آآ يا رب يا رب تشفيني يا رب مع أنه عم يقول له الحكمة أنه الشغل يصعب التين هذا الكلام صعب على الحكمة مو على رب العالمين أخي أنا لازم أخذك لعند الشيخ موسى ومين هذا الشيخ موسى؟ هذا الشيخ موسى بيقولوله الشيخ موسى الحكيم بيعالج يعني بالأعشاب بيقولوا أنه يده مبروكة بيني وبينك أنا عم فكر روح أنا وأختك نوال اللي عنده مش هقصة الحبل الله يطعمك الزرية الصالحة يا طاير والله أنت بتستهلك الخير والله بديلني اللهم آمين وندراً عليه إذا أختك نوال هبلت لشيلك على ظهري وأخذك لعنده مش هنيعالجك الله يزيك الخير وربني يحميه موسيقى 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 شوف يا أبو بتقرأ صورة البقر وصورة ياسين وصورة الأنعام وأنا لحضر لك خلطة بتشربها أنت وزوجتها عند على بكرة وعند عشية وقبل ما تشربها الله يرضى عليك أنت وياه بتصلوا على النبي وبتسموا بالله وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيصير خير هذا الفعل بتساوي لمدة سبع تيجاة نيدك بركة يا شيخ نبي إذن الله اليقين قوعة قوعة تنسى اليقين بدك كتير 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 تتيقن لك إيه؟ لك إيه اليقين؟ اليقين يا أبني مفتاح من مفاتيح بواب السماء شو معنات اليقين؟ معنات اليقين أنه الله قادر على كل شيء الله قادر على فعل المعجزات والمستحيلات قادر سبحانه وهلا قايم جب لكم الخوف يا رب يا رب يا رب يا رب دخيلك تساعدنا يا رب يا رب ترزقنا بقى بولد يا رب شفت شو صعير فيني يا نوال؟ طولي بالك صفية طولي بالك فترة وبتمراء يا حصرتي عليك يا رائي طاهر مو تارك هو الحال ولا تخافي عليه مو صاير علي شيء ورأيلت الحالي هالرأي في اليتيم ماله غير رب العالمين ورب العالمين سخر له جوزك ليكون جنبو الله يكتر خيره لا يا مخلو ألا تحكي هين؟ ولو نحنا جيران؟ والجار قبل الدال ولو؟ تبشيني يا عناوال قولي لجو زيكي قولي لجو زيني أنا بحبه بتيج وأنه أنا مستحيل تخلى عنه خلاص ولي وقصي يا الله يا الله يا رب يا جبار الخواطر يا رب العالمين حبلة 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 والله أقدرتي داين ألف حمد وشكر يا رب ألف حمد وشكر يا رب روح الله يجبر بخادرك يا شيخ موسى الله يجبر بخادرك ألف حمد وشكر ألف حمد وشكر صلاة محمد عم تحكي والله وكيلك ما عمزل عليك أختك نوار حبلة صنك لتشور عم ناخد هاي الأعشاب والحمد لله رب العالمين جبر بخاطرنا إن شاء الله ألف حمد وشكر أقسم لله رب العالمين لقد دخي الكلام ليك رئيف أنا عن ندري ها وأنا ندرت إذا أختك نوار بتحبال بدي شيلك عكتافي وأخدك لعنده وأنا عند هادا الكلام يالله قوم تتشيني بس موالك تافا لك تشيني على راسي قوم قوم يا رب يا رب لا أنا بينا يا رب يا رب يا رب هل إيه يا بي؟ شو ما لقيت لحمة؟ ما رحت بالأصل شفت شوفة وقف شعر بدني لك شو هاد؟ شفت طاهر حامل رئيف على ظهره وماشي فيه بالحارة لك شي بي مخول الله يرضى عليكي البسي وروحي لعنجارتنا نوال شوفيلي شو القصة حاضر يا بي فورا يالله دخلي ليه جوزك كان حامل جوزي على ظهره؟ طاهر ندر يحمل جوزك على ظهره لعند الشيخ موسى إذا أنا حبلت حبيبتي أنت حبلة بريد ألف مبروك الله يبارك فيك إلهي وإن شاء الله هيك جوزك بيمشي على رجلين وعقبال بقى ترجعي على بيتك آمين يا رب العالمين من دمك لبواب الصبر يا رب يا رب والله يا شيخي المرضى جابت لي مصائب كبيرة وأكبر مصيبة بإذن الله لاحتشفاه وأنت مري وانفضل الله عليم أن مرتك حملة أين حق الله؟ أنت بتؤمر يا شيخ؟ كبش بتوزعه على الفقرة بأمرك أنا المهم الله يشفيني يا شيخي قرب لعندي لألا رئيف نعم رئيف يلي ماشي على رجلي مو رئيف المكرسة شوف جاي أحكي معك كلمتين ويا ريت هدول الكلمتين يأسروا فيك مر رجولة لما بيجوا بيسحبوا بناتوا من عند جوازوا وإن بقى شد العازي إلو الرجولة متل ما عمل طاهر لما حملني على كتافه لحتى أمشي المريض شو نقصه غير الكلمة الحلوة والمعاملة الطيبة على كل ما رح طول عليك الحديث أنا جاي إلي أمانة عندها مجاي أخذها بالحفظ والصون تفضل صهري تفضل صفية إيجا جوزك تفضل تفضل ياره الله يوجه له الخير ويطول بعمره للشيخ موسى بيته صار وجه لكل مريضه محتاج هيا والله الله يزيق الف خير اللي بطلع عليك كبش لما الله بديش فيك يعني ندر ابن عمي مع الحارك روح جيبوا له الكبش إنه هذا ندر مولح به ايه والله طيب أنا اللي رأي لعن اللحاق خلينا نجيبها للكبش نعطوه ونوزعه لها الفقار ايه ابن عمي ما شطلت لطبخاتي لك يا برني طبخاتي أنا اللي شطلت لطبخاتي ابن عمي روح روح جيب الكبش روح عنا ندر الف الحمد والشكر لك يا هارو الف الحمد والشكر لك يا هارو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة